اشتركوا في القناة نزعاد بطريقة أوضح ما بين كمان الأعضاء كنا عم نشوف في عنا كمان في قضية كمان صيد السمك كان في عنا نوع من المشاكل اللي كانت عم تتيجي من بعد جزء الأول من الكمان القانون اللي نحط ولكن في عنا جزء تاني لازم نكفيه في عنا كمان التجارة الإلكترونية أمر مهم جدا نكون عم نشوفه بهذه الفترة الزراعة أمر مهم جدا كمان نكون عم نشوف كيف رح تكون عم تتطور خصوصي في البلدان النامي إذا بدك من نحكي عن الموضوع في عنا العديد من المواضيع الرئيسية في ظل كمان تغيرات كنا عم نشهدها في العام الماضي بالتجارة العالمية كمان رح تكون عم يتدوع ليا خلال المؤتمر فرح بالتالي هناك تحديات رح تواجه هذا ما هي هذه التحديات يعني إذا منا نشوف شو كان عم بيصير العام الماضي بشكل سريع كان في عنا مشاكل جيوسياسية عم تظهر كمان كانت مفاجأة للأسواق المشاكل في البحر الأحمر المشاكل كمان التوترات اللي كانت عم تزيد ما بين أسطين وما بين الولايات المتحدة اللي كمان أعادت تشكيل نوعا ما سليسل التوريد بشكل كبير نحنا عم نحكي يعني عن التجارة بشكل عام كان عندها تأثير كتير كبير التضخم الذي استمر في السنة الماضية كمان زاد يمكن كان في عنا توقعات أن تكون التجارة العالمية نوعا ما أفضل ولكن جاءت الأرقام نوعا ما أسوأ من التوقعات ولكن كمان كنا عم نشوف أن الأسواق كانت مرنة حتى مع يمكن المشاكل اللي كانت عم تظهر ما بين بعض الدول كمان كنا عم نرجع نشوف في عنا اقتصادات أخرى كانت عم تنفتح للسلع مثلا كنا عم نشوف التوترات ما بين أوروبا وما بين روسيا خلقت نوعا من كمان مشاكل في سليسل التوريد ولكن كمان جاءنا لقينا أنه السوق مرن كفاية ليكون في عنا أسواق كمان للتجارة العالمية أظن هذه الأمور نوعا ما لازم تكون عم ترق لألا إلى كمان المشاكل في التغير المناخي يعني هاللي عم يتعرض لألا أو عم ينضغط كمان على كل الدول بسبب الله وكمان التكنولوجيا ولها تأثير على التجارة أصلا وعلى الكوكب كبير جدا وهيدا كمان نشوف بالقطاع الزراعي كمان كان في عنده حديث خاص في المؤتمر نعم فرح من خلال حديث ذكرتي الدول النامي هل بيكون لهذا المؤتمر تأثير على هذه الدول أو إذا بنصيغ السؤال بطريقة أخرى ما هو تأثير المؤتمر اليوم على الدول النامية خليني أقلك أنه نحن عم نحكي عن مؤتمر كمان منظمة التجارة هي أكبر منظمة اقتصادية عم نحكي نحن أكثر من 90% من الناتج الوحلي الإجمالي يعني نوعا ما مرتبط كمان بالقرارات أو قد يتأثر كمان بالقرارات اللي عم تصدر إذا بدي أحكي عن الدول النامية خصوصي كمان إذا بدي أشوف شو المشاكل اللي ممكن تكون عم تتعرض له في العام المقبل وشو الفرص أظن الزراعة قطاع الزراعي هو مهم جدا إذا بنا نحكي عن الدول النامية خصوصي نحن في توجه مثل ما كنا عم نحكي عن الاحتباس الحراري عن التغير المناخي كمان على الاكتفاء الزاتي والأمان الغذائي هذه الأمور لازم نكون عم نخذها بعين الاعتبار لأنه في ظل كمان التضخم اللي كنا عم نشهده في ظل الابتعاد عن العولمة عم نشوف يمكن نوع من تشكل مثل مخيمات اقتصادية بعيدة عن العولمة بتخلينا نتوجه أكتر للاكتفاء الزاتي وهذا أمر مهم جدا للدول النامية كمان الدول النامية قد يكون عندها فرص جيدة جدا بسبب هيدا التغير اللي كنا عم نحكي فيه وبالعلاقات ما بين الدول يعني منلاحز الهند ممكن تكون عم تستفيد بشكل كتير كبير بسبب إعادة خريطة كمان التجارة ما بين الدول المكسيك كنا عم نشوف قد تستفيد كمان مع القطب الولايات المتحدة البنى التحتية جيدة كمان يمكن عندهم نفس الحرية الفكرية كمان أو الملكية الفكرية كمان واللي كان فيه مشاكل ما بين أفصين والولايات المتحدة مثلا في هذا الموضوع فعم تتشكل فرص معينة ولكن مثل المؤتمر اللي عم نشهده اليوم مهم جدا للدول النامية الأخرى اللي يمكن عم تتأثر أو عم ينضغط عليها بشكل كبير إنه تكون عم توصل لي يمكن التجارة العالمية بشكل نوعا ما أفضل ما تكون عم تتأثر بشكل كبير كمان بالاقتصادات اللي في عندها قوة كتير أو هيمنة كبيرة على الأسواق وكمان يكون في عندها نوعا هذا المؤتمر خنا نقول هذا المؤتمر يخلق الفرص للجميع نناقش فيه خنا نقول اقتصادات جميع الدول كسواء كانت نامية أم قوية أكيد مليون بالمئة في نهاية كله رح يستفيد من هذه لأن وضع المشاكل على طاولة واحدة بالتالي ستجد أكثر من حل لهذه الأمور فرح ذكرتي التجارة الإلكترونية وانت عارفة أن اليوم احنا في زمن إلكتروني سريع جدا بالتالي ما تأثيرات هذا المؤتمر على التجارة الإلكترونية مقابل حتى النقطة المهمة اللي كنت عم تقوليها هي في المشاكل اللي بين الأعضاء اللي طبعا ما حتخلع أبدا فالنظرة كمان اللي عم نشوفها في المؤتمر اللي محاولة تعديل كمان كيف فض النزاعات كيف أنا تكون مثل ما كنا عم نحكي هي منظمة الأكبر اقتصاديا فأنا نكون هي مرجعية لأنا لحل المشاكل فتعترح تعطيها قوة أكتر لقراراتها وكمان كنا عم نشوف فيما يتعلق بالحرية الفكرية اللي كنت عم تسأليني عنها نوعا ما هون في اختلاف بالآرة أو حتى بالقطاع التكنولوجيا كنت أسألك عن التجارة الإلكترونية لألك ليش في نوع من الاختلاف فيها اللي كمان ما كان جيد ليكون عم نحكي عنه البعض يفضل أن نكون نحنا ما في عنا يمكن ضرائب أو نوع من التاكس على التجارة الإلكترونية وكمان بتساعد يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن يبدو في عنا أصوات أخرى كمان كنا عم نحكي هنا تتعود مرة أخرى لتكون كمان نوعا ما رافضة لهذا الأمر كمان في عنا جنوب أفضل أفضلية التجارة الإلكترونية لا رافضة أن تكون هالأد حرة وما في علي أي قيود قيود صحيح نوعا ما بهم أن تكون عم تستفيد من القيود أو من كمان الضرائب يمكن لأن القيود أستاذ فرح تعيد تنظيم وترتيب التجارة بين الدول يعني أكيد لازم يكون في رولز أو قوانين بس الضرائب هي نوعا ما المشكلة الرئيسية حلق بينها بفضله أنه ما يكون فيه ضرائب لأنه احنا كنا على فترة زمنية معينة واقتربنا كمان يا أما منطول فترة أنه ما في عنا قيود ولا في عنا ضرائب على التجارة الإلكترونية أو لازم نبلش بالضرائب هي عالمية أستاذ فرح صحيح بس على التجارة الإلكترونية نعم غير موجودة وهلأ كنا نحن بفترة يا أما منرجع من عيده يا أما منرجع كمان نزيد توئيفه لفترة أطول ويبدو أنه الأكتر بيفضل أنه ما يكون في عنا أكيد لا نحن يعني من خلال نشوفها على الدول اللي نتعاملوا إياهم فعندهم تجارة إلكترونية قوية خلنا نتكلم عن دولة الإمارات عدنا تجارة إلكترونية مع كافة الدول خاصة ممكن نكون مع الصين أكثر بحكم أننا نحن عدنا تبادلات تجارية ضخمة معاهم ما فيهناك أي قيود تفرض على حتى التجار الصغار فاليوم بعد ذكرتي أستاذ فرح أليات تحلل نزاع في منظمة التجارة العالمية اليوم بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة ما بينهم نزاع كيف يلجؤون اليوم لهذه المنظمة لحل نزاعاتهم يعني هون يمكن المشكلة الأهم اللي أظن من الأمور الرئيسية التي منحك عليها أنه أنا في نزاع بين أي طرف من المنظمة وحتوجه كمال المنظمة لحل النزاعات الأمر اللي يبدو هو المهم جدا أنه يكون في طريقة للاستقناف لأن في الوقت الحال ما في عنا استقناف لأي نزاع في حال وصلت النتيجة أو لم تأخذ في عين الأعتبار فالمهم جدا أنه نرجع نعيد تشكيل المنظمة ككيف نعتبره مرجع رئيسي لحل النزاعات في الوقت الحالي مثل ما سمنا منلاحظ ما بين دول الأوروبية عندهم إياها ما بين بعض في عنا قدرة لأننا نكون عم نستمر كمان في في متابعة القضايا هذا الأمر إذا نرجع منشوفه أكتر إذا نلاقي علاجات أكتر خصوصي بالوقت الحالي مثل ما كنا عم نحكي صورة موحدة نوعا ما أو مرجع معين نوعا ما في حال كان عندنا مشاكل أو في عندنا نزاعات خصوصي إذا ما بنعملوا بهذا الوقت الحالي بالوقت اللي عم نشوف توجه الاقتصادات نوعا ما بعيدا عن العالمة نوعا ما لتشكل كمان مثل ما كنا عم نحكي مخيمات اقتصادية هذا هو وقت مهم جدا أنا نكون عم نتوجه فيه لإعادة تنظيم كمان طيب أستاذ فرح القطاع الزراعي ليش قاعدين نشوف مبادرات حقيقة تدعم القطاع الزراعي بشكل كبير في الوقت الراهن مثل ما كنت أقول لك ويتعلق نوعا ما بالدول النامية ولكن هذا أمر كمان في عنده مشاكل تعلق بكل الدول ممكننا عم نحكي عن الأمان الغذائي ممكننا عم نحكي عن العام الماضي أو حتى مع أغلاقات كورونا اللي فارجينا مشكلة رئيسية وهي سلاسل التوريد عنها مشاكل سلاسل التوريد اللي قطوا غلق بقية سبب فأنا كنا أغلاقات كورونا فكرنا من بعدها رح تنحل ولكن صار في عندنا توترات جيوسياسية صار في عندنا كمان انقطاع في بعض سلاسل التوريد من مناطق إلى أخرى وأعادت إلى الأذهن مرة تانية كمان أنه الاكتفاء الزاتي هو أمر ضروري ولو حتى سنستمر في العالمة لو حتى نستفيد من بعض ولكن لابد من التوجه إلى الاكتفاء الزاتي أولا الاستمرارية كمان في الزراع صحيح مية بالمية والأمل الآخر أنه يكون في عندنا كمان تركيز على السلعة الزراعة بسبب المناخ زراعة محلية تقصد صحيح زراعة اللي هي تتأثر أول ما يتأثر فيها أو خنقل موارد الدول تتأثر به خنقل التغيير المناخي والكوارث الطبيعية اللي تصيب بعض الدول بسبب هذا التغيير المناخي أكيد لكن اليوم نحن في هذا الوقت وفي أي مارة أبوظبي بأكيد ستطرح العديد من المشاكل اللي تواجهها أعضاء هذه المنظمة ولذلك يعني ممكن أنها تكون بارقة أمل إن شاء الله في حلول حلول للعديد من المشاكل هو عقد المرة اللي طافت في جنيف واليوم في أبوظبي دار الظبي أكيد بس على الأعرف هي موجودة الحلول أستاذ فرح يعني في كثير من المزارعين الإماراتيين هم قاموا بعمل الزراعات المحلية المستدامة المستدامة أيضا فبالتالي نحن الحمد لله دائما في تطور ودائما هناك حلول علشان ما نضيح في أخطاء نفس ما حضرتك ذكرتي قبل شوين وقت جاءت كورونا صارت عملية الاستيراد والتصدير صعبة صعب صحيح وحتى ما بين دول ودول أخرى يمكن حتى الكمبيتشن بيناتهم صعب جساب فليزم صح فليزم يكون في عنا نوع من يعني حدود معينة لأديش أنت فيك تكون كمان منتج أسعارك مرتفعة أو منخفضة قدش في عندك وصول لأبعض الأسواق أو لطبيعة الحال يجب يكون في حديث في دولة الإمارات أستاذ فرح دائما موجودة هذا المفضوح نحن على مستوى عالم نعم كل الشكر يا فرح نشكر حضرتك معنا فرح مراد محللة أسواق مالية كل الشكر وعلى هذه المعلومات وأيضا هذه التفاصيل شكرا 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 شكرا